رجحت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين نزوح ربع مليون مدني من الجانب الأيمن من الموصل بالتزامن مع انطلاق معركة جديدة ضد تنظيم داعش وبحسب المفوضية فإن هذا النزوح سيضيف مزيدا من النازحين إلى نحو 162 ألف شخص نزحوا بعد انطلاق عملية استعادة الجانب الأيسر للمدينة منذ تشرين الأول الماضي المتحدث باسم مفوضية اللاجئين ماثيو سولت مارش قال ان المدنيين سيكونون في خطر شديد عندما يبدأ القتال في القطاعات الغربية من الموصل